صباح الخير أتساءل ما إذا كان بالإمكان أن أبدأ بهذه الجلسة هذا إذا كان الجميع مستعدا للبدء أرحب بكم بهذه الجلسة المتعلقة بمستدامة والبيئة في هذا المنتدى لحوكمة الإنترنت في كياتو مما لا شك فيه بأن الاستدامة هي من المسائل المهمة التي تسود في كافة المناقشات وعلى كافة المستويات علي أن أقدم نفسي أنا أدمون شونغ من دوت إيجيا وأنا أيضا أعمل على مجلسي الأيكان أعلما بأن الأيكان هي هيئة الإنترنت الأسباء والأرقام المخصصة خلال الجائحة كان هناك العديد من المسائل التي تغيرت نتيجة لأكفال العديد من المحال الأمر الذي أطلق العنان للتسوق عبر الإنترنت وغير ملامح الإنترنت حيث تضخمت أهميتها ونرى بأنه بعد ذلك أدى ذلك إلى زيادة الانبعاثات بشكل كبير وأن الأنترنت أصبحت من المسائل التي طرحت عدة أسئلات بالنسبة للاستدامة وهنا نتسأل ما هو الخطاب الصحيح من أجل التوعية وما هي التدابير التي نحتاج إليها حتى لا أعتقد أن مثلا تخفيف من استخدام الإنترنت أو عدم كتابة البريد الإلكتروني وغيرها من المسائل قد لا يكون من الأمور سهل تطبيقها ولذلك فنحن بحاجة إلى تحولات رقمية تساعدنا في تعامل أو تخفيف من وطأة تغير المناخ حتى نتمكن من تخفيف من وطأة الدرر وحتى تمكن من زيادة الإمكانيات فيما يتعلق بالإنترنت فعلينا أن نفهم بشكل أفضل العلاقة المعقدة بين هذه التكنولوجيات وتأثيرها على البيئة هناك العديد من المنظمات المختلفة التي تعملوا هذا الموضوع بما فيها دوت إيجيا وقد أطلقنا مبادرة مناصرة للبيئة هنا في كيوتو وقمنا بإطلاقها هنا في كيوتو مع إيكونيك وأيضاً بدعم من HBS ومؤسسة APNIC وأطلقنا مؤشر إيكو إنترنت هنا حتى نتمكن من قياس مادة التدابير التي هي صديقة للبيئة في البنية التحتية للإنترنت عبل أولايات القضائية المختلفة وأنا أيضاً من خلال عملي مع إيكان يمكن أن أقول لكم بأن إيكان تعمل على هذه المسائل وأن أهدافنا لـ 2024 تتضمن عادة مسأل بينها الهدف ثمانية الذي يدعو إلى وضع نهج شامل لتطوير وتنفيذ استراتيجية الاستدامة للبيئة للإيكان هنا في منتدى حوكمات الإنترنت نضع مخرجات لشوكة السياسات متعلقة بالبيئة والرقمنة وأيضاً لدينا عمل لاحق للتحالف الديناميكي المعني بالبيئة والذي وضع الأسس لتعزيز الروابط مع عمل الأمم المتحدة المستمر في مجال أهداف التنمية المستدامة وهذا أمر سنبني عليه في هذه الجلسة سينضم علينا في هذه الجلسة ديفيد سوتر وهو خبير دولي في إكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتنمية وهو يعمل أيضاً مع الأي بي سي لدينا أيضاً مايك لوكن في IEEE وهو رئيس مبادرة بلانت بازاتف 2030 وهو مدافع مضفتات طويلة عن تنمية المستدامة لدينا دولسي سواريس وهو مهندس مدني وقائد قطاع المياه في شركة سيميلي للتكنولوجيات في تيمور الشرقية كيميلي كاماتشو من تعاونيات سولا باتسو هي عملت لمدة 25 عاماً في تطوير بداء الاقتصادية للتضامن الاجتماعي النسوي في سياق المجتمع الرقمي ماك ترسيك رئيس قسم الابتكار والتكنولوجيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأكسل كالاهاكي وأعتدر إذا لم أكن قد لفظت اسمك بشكل ملائم وهو مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقمنة مع GIZ دون مزيد من إضافة الكلام ديفيد هل يمكن أن تحدثنا عن عملك وحول الفجوة النموذ بين صنع السياسات الرقمية والبيئية ديفيد تفضل شكرا جزيلا على تقديمي وأنا أعتدت لأنني وصلت في وقت آخر فكان لدي التزام آخر أعتقد بأنه يمكن أن أتحدث لمدة خمسة دقائق هذا ما قلته هذا ما قلت لنا في البحر أن رئيس وزراء اليابان قال بأن ذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل البشر هذا أمر صحيح وكل ما نقوم به اليوم سيكون ضروريا بالنسبة للمستقبل ومن هنا نبدأ بالمشكلة الأساسية وهي فهم الروابط وأيضا العمل مع الخبراء حتى نتمكن من معرفة تأثير التكنولوجيات الجديدة وأن نفهم وأن نناقش هذه المواضيع في منتديات صرح كهذا هناك ثلاثة أمور مهمة إن السياسات الرقمية التي ليست مستدامة بيئيا لن تكون مستدامة في مجالة أخرى ولذلك فأنه علينا أن نزيد من اهتمامنا في مجتمعا مستداما رقميا وإذا ما أردنا أن نحقق أهدافنا فإننا علينا أن نعظم من فوائد دكاء الاصطناعي حتى نخفف من وطأة الأضرار البيئية في القطاع الرقمي بحد ذاته نحن لا نريد هنا أن نتواصل التوازن بل هو شرط أساسي قد يصحب الأمر القيامة بهذه الأمور لأن الأمر معقد الاستدامة لا تتعلق فقط بالبيئة بل تواصل التوازن بين استمرارية اقتصادية ومصالح المجتمع وهكذا فإن الأمر لا ينحصر بتغير المناخ هناك ثلاثة مشاكل فنحن لدينا الاستهلاك وأيضا الاستغلال غير المستدام للمعادن وتأيضا إدارة النفايات ولسيما تلك النفايات الإلكترونية في الدول النامية وأيضا يجب قياس الأضرار عن طريقي ليس فقط النظرة في التأثيرات المباشرة ولكن أيضا النتائج غير المباشرة المتأتية من التجارة الإلكترونية وتحسين أيضا الاستهلاك يجب أن نغير الطريقة التي نمارس فيها أعمالنا ونقوم بالترفيه عن أنفسنا إلى آخره فنرى بأن هناك عبء بيئة تتحمله الدول النامية فيما يتعلق بالنفايات المتأتية من هذه الأنشطة ثالثا هناك إنترنت الأشياء بعضها منافع وبعضها مساوئ وكلها ترتبط بعملية الاستهلاك والنفايات يجب أن نفكر بالبيئة استمرارية البيئية وأيضا من خلال هذه الزوايا المختلفة يجب أن نبني حوارا متينا بين أصحاب المصلحة وكل ما يعمل في مجال البيئة الأمر الذي سيسمح لنا بإيجاد حلولة قد لا يكون قد اختبرناها علينا أن نصغي بشكل أكبر إلى خبراء في مجال البيئة والذين يرفعون تحديات البيئية في الميدان وحسن نحن علينا أن نصغي إلى خبراء في مجال البيئة وحتى نسمع عن أولوياتهم قبل أن ننظر في الفرص التي تطرحها الرقمنا وبعد ذلك ادخال كل ذلك في السياسات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي علما بأن الأكنكتاد في تقرير الرقمي المقبل ستأخذ هذه المسائل بعين اعتبار وبعد ذلك يجب أن تتحقق الدول من سياساتها وأن تقيسها بقرنة بالأهداف البيئية والأهداف الرقمية نحن يجب أن ننظر في تكنولوجيات لا تتطلب الكثير من الطاقة لكي تصبح أكثر إمكانية للتكيف وبشكل نقلص من النفايات الإلكترونية أن الدول تضع الأطر وأن التكنولوجيات وأيضا ميدان الأعمال يجب أن تعمل بشكل مسؤول وعلى المواطنين أن يعتمدوا نهجة استهلاك مستدامة قدر المستدامة حتى نتمكن من تعظيم الفوائد الرقمنا وكل من يريد أن يتبع هذه المبادئ يمكن أن ينظر في التقرير الذي قدم المفوضية الأوروبية أخيرا وضح أن هيئات وضع المعايير يجب أن تأخذ بعن الاعتبار أراء خبراء البيئيين من أجل تقليص استهلاك الطاقة واستخدام تطبيقات مؤاتية للبيئة في خدماتها ما هو النافع وما هو الدار؟ نحن أمامنا فرصة لكي نبني مجتمعا رقميا مستداما كما قلت لكم من ناحية الأعمال يجب أن نكون نتحل بالنزاهة والانفتاح بدلا من ما يسمى بالغرين واشنغ أو أطفاء طابع أخضر استناعي وغير حقيقي على أنشطتنا يجب أيضا العمل مع منظمات الأمم المتحدة ويجب تغطية كافة الدول وليس فقط تلك التي يسهل فيها قياس الأثاري على البيئة شكرا ديفيد نعتقد بأن هذه النقاط هي مهمة جدا من المسائل التي سنتحدث عنها هو المعايير وسنطلب من مايك أن يقول لنا ما الذي يحصل من ناحية التكنولوجيا فيما يتعلق بالمعايير شكرا جزيلا فمن الرائع أن أكون هنا أنا أريد أن أقدم لكم هذه المنظمة التي أنتمي إليها IEEE إنها من أكبر المؤسسات حيث ينضم إليها أكثر من 420 ألف شخص من جميع أنحاء العالم في 190 بلد ونحن من ضمن أنشطتنا فنحن قمنا بإطلاق مبادرة وهذه المبادرة كانت تتعلق بالأخلاقيات والذكاء الاصطناعية هذا ليس بالضبط ما نتحدث عنه الآن ولكن هذا أمر كان غير مسبوق لأنها كانت المرة الأولى التي تنظر فيها منظمة تقنية في مسألة الأخلاق في العام الماضي بدأنا مبادرة جديدة اسمها Planet Positive 2030 والهدف هو أن نصل إلى توصيات عملية من أجل أن نحقق أكثر إيجابية هنا على ظهر هذا الكوكب ونحن نستخدم مقاربة لتوافق في الآراء ما بين مختلف الأطراف المعنية وفي هذه المبادرة شارك أكثر 180 شخص من جميع أنحاء العالم وأعتقد أن هناك ممثلين عن 29 دولة شاركوا في هذه المبادرة ونحن في منظماتنا قمنا بإطلاق مبادرة أخرى واسمها Sustic Initiative وهذه المبادرة تهدف إلى أن ننظر في التوصيات من مبادرة Planet Positive وذلك لكي نصل إلى تحديد للفجوات في المعايير التكنولوجية وأنا أشير إلى هذا الموضوع لأن هذه تعوى لكم جميعا لكي تشاركوا وبالنسبة لهذا السياق إن ضمان الاستدامة على كوكبنا هو ما نريد أن نحققه ونحن لدينا الغلاف الجوي الذي يساعد على حياتنا على ظهر هذا الكوكب فإذن هذا أمر هام للغاية نحاول أن نصل إليه بصورة أو بأخرى فإن هذا الغلاف يساعدنا على البقاء الآن ونريد لهذا أن يستمر على مدار المئة أو ألفين أو ألف ألف سنة من الآن فكيف يمكن أن نحقق ذلك؟ علينا أن نتعامل معا الاحترار العالمي علينا أن نقوم بالوصول إلى المعدل الصفري من انبعاثات غازات الدفيئة وعلينا أيضا أن نصل إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية فهذا هو جدوى الأعمال تغير المناخ طبعا لدينا أيضا جدوى الأعمال أهداف التنوية المستدامة لدينا عدد من الأهداف التي علينا أن نقوم بتحقيقها وسأعود إلى تعليق ديفيد نحتاج أيضا إلى اقتصاد دائري لأننا نحتاج إلى الموارد وعلينا أن نتعامل مع النفايات التي نقوم بإنتاجها وهذا يعني أن أي شيء نقوم ببنائه أو بتصنيعه يحتاج إلى أن يكون قابل لإعادة التدوير أنا أحب هذا التعبير أيضا تجديد النظم الإيكولوجية لقد ألحقناها بالكثير من الضرر وعلينا أن نقوم بإصلاح ذلك هذا لا يعني أنه يمكن أن نعيدها إلى صيغتها الأولى أو إلى صورتها الأولى ولكن نحتاج إلى أن تكون هذه البيئات صحية طبعا من أجل أن نحقق هذا الهدف يجب أن ننظر في الطاقة وديفيد وإيدمن تطرق إلى هذا الموضوع بالفعل فنحن نحتاج إذن إلى الطاقة المستدامة النظيفة سهلة الإتاحة وهذه مسألة تحتاج منا أن نتعامل مع أمور مختلفة أن نقوم باستخدام الكهرباء بصورة أكبر باستخدام الهيدروجين مثلا ونحن نحتاج إذن إلى أنطاقة النظيفة وهذه مسألة مرتبطة بالمياه نحتاج إلى مياه نظيفة حتى نتمكن من إنتاج الغذاء فهذه إذن مشكلة عالمية وما من حل يناسب جميع هذه المشكلات في بعض المناطق يمكن أن نستغل اللطاقة الحرارية ولكن في أماكن أخرى لا يمكننا أن نفعل ذلك وهذا يعني أننا نحتاج إلى تقاسم المعرفة وأيضا الممارسات الفضلة إذا فشلنا في شيء علينا أن نتقاسمه مع الآخرين حتى يستفيدوا من هذه الدروس النقطة الرابعة تتعلق بالمعايير لقد ذكرت المعايير وهذه مسألة هامة للمواءمة وأنا أريد أن أقول أننا بدأنا بالمعايير عن طريق وصفي كيف يعمل الشيء تعريف هذا الشيء وكيف يعمل بعد ذلك انتقلنا إلى المواءمة والآن علينا أن ندخل منظور الاستدامة في عمل المعايير هذا معناه البيئة التلوث الإنبعاثات إعادة التدوير كل هذا وأيضا طبعا الاعتبارات الاجتماعية فيمكن أن نطلق على هذا التصميم الذي يشتمل على الاستدامة من البداية أو regenerative design هذا أمر يتطلب مننا أن نفكر في النظم بأسرها وكما قلت فهناك جوانب مختلفة لهذه المعايير نحتاج إلى أن تكون شاملة والنقطة التالية هي المساءلة والمحاسبة وهذا جزء من سبب تواجدنا هنا في هذا المنتدى فنحن نحتاج إلى الكثير من البيانات الكثير من القياسات نحتاج إلى جمع البيانات وعلينا أن نتفق على كيف نقوم بنمذجة كل هذا كيف نتحقق من صحة هذه البيانات وهذا أمر يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية لكي نتعامل مع هذه الأمور المشكلات الكبرى والمعقدة شكرا شكرا مايكا وشكرا على الحديث عن هذا موضوع الذكاء الصناعي والأخلاقيات وأنا شاركت في إحدى مبادرات IEEE في هذا الصدد الكلمة التالية لدولتشي وهذا سيتعلق بتقاسم المعرفة فأخبرين بما قمتم به شكرا أدمن شكرا على استضافتي أنا أمثل شركة اسمها سيميلي وهي في تيمور الشرقية هي شركة فنية هل تعرفون أين تيمور هل تعرفون أين تيمور الشرقية إذن بعضكم يعرفوها لا يوجد أي مشاركين من تيمور الشرقية هنا في هذه الفعالية وأنا الوحيدة الموجودة من بلدي فأنا أريد أن أشكر أبنك إيجا على إعطاء الفرصة للمشاركة وأنا أريد أن أقدم لكم تيمور الشرقية ما هو الوضع هناك حتى تفهموا السياق الذي ستحدث فيه إن تيمور الشرقية موجودة في جنوب شرق أسيا وهي دولة جزرية صغيرة موجودة ما بين إندونيسيا وأستراليا السكان 1.36 مليون شخص نحن بلد صغير ولكن تاريخنا معقد فلدينا أكثر من 400 عام من الاحتلال وهذه إذن مسألة أدت إلى أن يتأخر النمو ونحن حصلنا على استقلالنا في عام 2002 أي من 21 عاما مضت بدأنا في بداية بلادنا في وقت متأخر عن دول أخرى قد أحرزت كثير من التقدم في النمو وفي المجال التكنولوجي وأريد أن أتقاسم معكم السياق الخاص بالإنترنت في تيمور الشرقية في تيمور الشرقية إن الإنترنت بطيء للغاية إن معدل التحميل 4.5 ميجا بايت في الثانية هذا منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى لدينا بنية تحتية محدودة أيضا السرعة الخاصة بالإنترنت بطيئة في المناطق الريفية ولدينا 49.6% فقط من السكان الذين يستخدمون الإنترنت تيمور لستي تعتمد على الاتصالات الساتلية والهواتف المحمولة وهذا طبعا أمر مكلف نحن نطور هذه الشبكة نحاول أن تكون هناك شبكة الألياف الضوئية ولكن هذا أمر لازال قيد العمل واستخدام الإنترنت منحصر في إرسال بريد إلكتروني في إطار العمل إلى آخرين بالنسبة لموضوع اليوم حول البيئة والاستدامة أود أن أركز على العمل الذي قمت به على أرض الوقع وهذا الأمر يتعلق بتوريد المياه وإدارة الموارد المائية وأيضا كيف يمكن أن يرتبط هذا بالتوصيل أو الارتباط التكنولوجي في إطار تيمور لستي عندما ننظر في عملية توريد المياه في قطاع المياه في تيمور لستي فنحن كنا نركز على البنية التحتية لتوريد المياه ولكن في 2015 فإننا تأثرنا بالنينيو هذه الأزمة العالمية وكانت إذن هناك مشاكل أحاطت بتوريد المياه في تيمور لستي وفي عام 2020 ضربتنا ظاهرات النينيا وهذا صلت ضوء على أهمية توريد المياه ما الذي سنفعله من أجل أن ندمج ما بين إدارة موارد المياه وأيضا إدارة توريد المياه أو نظام توريد المياه أريد أن أتقسم معكم بعض التحديات التي نواجهها في تيمور لستي بشأن البيئة وتغير المناخ في معظم الوقت فإن الاستثمارات الكبرى في التكنولوجيا كانت فقط مقصورة على عمر المشروع الذي تم الاستثمار فيه وهذه الاستثمارات كانت في كثير من الأحيان مكلفة وتقنية للغاية فمثلا كان يجب أن يأتي الفنيون إلى البلاد ثم يرحلون مرة أخرى وكان هذا أمر لا يمكننا أن ندفع كل تكاليفه وبالنسبة لقطاع المياه فنجد أن التطور لم يحدث بالوتيرة التي كنا نريدها أيضا برامج الصلابة أو بناء الصلابة والصمود لا تتقاسم البيانات ولا تتعاون مع جهات أخرى فلدينا أيضا بعض الوكالات الدولية التي تقوم بعملها ولكن بمعزل عن بعضها البعض وأن الاستجابة أو المبادرات تركز فقط على المشاريع وليس على الصورة الكبرى وهنا يأتي دور القطاع الخاص هناك عملية بطيئة في الحكومة بالنسبة لتخصيص الميزانية الإرادة السياسية أو التدخل السياسي وأن الأشخاص في القطاع الخاص فيدخل في هذه الحالة أو يتم إشراكه في هذه الحالة نحن تعاوننا مع منظمة محلية تعمل على المستوى القاعدي وهذه المنظمة تركز على الحفاظ على المياه والأراضي وهذه المنظمة نتعاون معها من أجل أن نتحقق من الجهود التي بذلت حتى الآن ونحاول أن نساعد من خلال تعاوننا معها الحكومة على اتخاذ قرارات وبعض الأمور التي نفعلها في إطار هذا التعاون هو الآتي نحن لدينا تكنولوجيات من ضمنها نظام للإنذار ونقوم بإرسال الإنذار مثلاً عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني للقائمين على هذه المنظمة المحلية ويمكنهم أن يقوموا ببث المعلومات في مجتمعهم مثلاً هناك إنذار بشأن مؤشر مستوى المياه إذا كان مستوى المياه مثلاً مرتفع للغاية كان هناك تدفق كبير للمياه أو فيضان للمياه فإننا يمكن أن نرسل الرسائل لكي نعرف ما الذي ستفعله هذه المنظمة للتعامل مع هذا الوضع ما هي الخيارات المتاحة حتى نقوم باستغلال المياه بصورة أفضل بدلاً من أن تهدر وفي تيمور لستي فإن الناس يقومون بتجريف التربة ويقومون باستخدامها وحرقها وطبعاً هذا يؤثر على البيئة فنحن نقوم من خلال نظام الإنذار هذا أن نخبر المجتمع ما هي التدابير الذي يمكن أن يتخذوها بحيث يغيروا من هذا السلوك ويغيروا من هذه الممارسات حتى يتمكنوا من إدارة البيئة بصورة أفضل وإدارة نظام المياه بصورة أفضل وستوقف إذن عند هذا الحد شكراً أنت تترقتي إلى نقطة شيقة للغاية وهي استدامة مشاريع الاستدامة وفي تيمور لستي فنحن في دوت إيجا قد دعمنا مشروعاً هناك وكان فريق يطير إلى هناك إنها بلد جميل للغاية ولكن نحن نريد أن نتوسع في نقاشنا حول الاستدامة وكاملي ستتحدث عن موضوع الاستدامة من زاوية أخرى شكراً على دعوتي للحديث هنا مع هؤلاء المتحدثين الرائعين أنا سأقرأ لأن لدي فقط ست دقائق أود أن أساهم في هذا النقاش ببعض الأفكار عن استخدام التكنولوجيات الرقمية للإستدامة البيئية نحن عملنا مع منظمات من حركات اجتماعية ثلاثة نشارك فيها حركة النساء من الشعوب الأصلية الحركة النسوية وأيضاً حركة التضامن الاجتماعي والاقتصادي بسبب الوقت المخصص لي سأركز على واحد أو اثنين من المقترحات الخاصة بالعمل كوزموفيجن أو وورلد فيو ستعمل على تحديد المقترحات من مجتمعات أو مجموعات النساء من الشعوب الأصلية بالنسبة للتكنولوجيات الرقمية من أجل استدامة البيئية ونحن سنركز على الآتي من الذي سيقوم بتحمل مسؤولية النفايات التي تأتي من وقع التخلص من الأجهزة التي تم تركيبها في أراضي الشعوب الأصلية فإذن هذه التكنولوجيات ينتج عنها ينتج عنها نفايات السبب فيها ما نطلق عليه الرجل الأبيض وهذه التكنولوجيات لا تنتج في هذه المنطقة ولكن نفاياتها تكب في هذه المنطقة فإذن كيف يمكن أن نضمن أن هذه الأجهزة مثلاً لا تقوم بمتابعة أو مراقبة حياتنا اليومية فهذه الأجهزة تحتاج إلى الموارد الطبيعية هذه الموارد الطبيعية جزء من حياتنا وهذه الموارد الطبيعية مقدسة بالنسبة لنا إذا كانت هذه الأجهزة تقوم بجمع بيانات عن أراضينا فإن هذه البيانات ملكيتنا نحن فنحن نريد أن نمتلكها لأنها تتعلق بحياتنا فإذن نحن نريد أن نقوم بالنظري في المقترحات الآتية من الحركة النسوية وقالت ممثلات هذه الحركة الآتي أن العناية بالكوكب هذا يجب أن تكون في موقع مركزي من هذه العمليات إن التكنولوجيات الرقمية التي تعمل من أجل الموارد الطبيعية حلفاظ عليها ومكافحة تغير المناخ إلى آخره كل هذا يجب أن يتم في سياقه الصحيح فيجب أن نأخذ فيه الاعتبار جوانب مختلفة من ضمنها مشاركة المواطنين والديناميكيات الاقتصادية وتوزيع الأراضي والعلاقات القوة كل هذه الأمور يجب أن تؤهد في الاعتبار ونحن كنساء وكمجتمعات نطالب بالمشاركة في التكنولوجيات الرقمية من أجل أن تكون البيئة التي نعمل فيها أكثر توفراً ونحن نريد إذن أن نشارك في الحلول البيئية التي تعتمد على التكنولوجيا إن التضامن كلمة ضرورية هنا في هذا العمل كلمة رئيسية نحن لا يمكننا أن نظل على قيد الحياة بدون التضامن إن التكنولوجيات الرقمية يمكن أما أن تساهم في حياء البشرية والحفاظ عليها أو أن تساهم في تدميرها فإذن نحن يجب أن نستهلك بصورة مسؤولة نستهلك التكنولوجيات الرقمية بصورة مسؤولة خاصة في الدول الثرية وإن الشركات الكبرى أيضاً عليها أن تؤدي دورها إن التكنولوجيات الرقمية من أجل الإصدامة البيئية مسألة تحتاج إلى تطوير ويجب أن يكون هناك إذن التوازن ما بين الأثر السلبي والإيجابي وهذا لن يكون ممكناً إلا إذا وقع التضامن موقع القلب من كل هذه الأعمال إن التكنولوجيات الرقمية من أجل الإصدامة البيئية لا يجب أن يعتمد فقط على البيانات نحن نحتاج إلى أن نفهم كيف يتي تنظيم المجتمعات مثلاً في حالات المخاطر يجب أن نقوي من مشاركة المواطنين عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات في تغير المناخ الموارد الطبيعية وإدارتها فإذن علينا أن نقوي من مشاركة المواطنين وإن الحركات الاجتماعية التي نشارك فيها تطالب الجميع بأن يكون هناك إشراك للمجتمعات في هذا العمل واحترام لهذه المجتمعات شكراً إنه من الشيق أن كل المتحدثين قد تترقوا إلى تغير السلوك وتغير النظرة ليس فقط من الجهات الفاعلة ولكن أيضاً من جانب المستخدمين الآن ننتقل إلى مكترسك من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لكي يحدثنا عن هذا الموضوع كيف يتم المناقشته في السياق الأفريقي شكراً جزيلاً طبا صباحكم جميعاً وشكراً على دعوة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لتوجه هنا كما تعرفون فإن النقاش بشأن التكنولوجيا الرقمية وتغير المناخ أصبح أكثر أهمية في هذه المرحلة لماذا؟ لأن هذه التكنولوجيات لها جوانب سلبية وإيجابية على البيئة وعلينا أن نأخذ في الاعتبار هذه الشواغل في سياساتنا الرقمية بصورة عامة عندما نعرف السياسات الرقمية فإن مسألة تغير المناخ لا يصلت عليها بصورة كافية في هذا السياق في اللقنة الإقتصادية لأفريقيا تقوم بتنفيذ التحول الرقمية الأفريقية الاستراتيجية الخاصة بذلك ونحن ندعم الدول الأفريقية من أجل وضع هذا الموضوع ويتغير المناخ في سياساتها لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى الإحصائيات حول التكنولوجيات الرقمية فسنجد أنها تشارك من واحد إلى واحد ونصف بالمئة عفوا من واحد إلى خمسة بالمئة لإمبعاثات غازات الدفيئة وبالنسبة لاستهلاك الطاقة ما بين خمسة وعشرة بالمئة ولكن بحسب دراسات حديثة فإن هذه التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تقلص إمبعاثات غازات الدفيئة بنسبة عشرين بالمئة بحلول عام 2030 لماذا؟ هذه مسألة إذن يجب أن أخذها في الاعتبار أولا إن إحدى التحديات الرئيسية التي نواجهها في أفريقيا هي كالآتي أولا لدينا الجانب التنظيمي عندما ننظر في تنظيم تكنولوجيا المعلومات فإن هذه العلاقة ما بين تكنولوجيا المعلومات وما بين الأثر على تغير المناخ ليس واضحا فعلينا أن ننظر إلى هذا الموضوع من الجانب التنظيمي أيضا هناك سوء فهم لعدة جوانب التقنية الصلة ما بين التكنولوجيا الرقمية والأثر على البيئة أضف إلى ذلك التطور السريع للتكنولوجيا هذا يمكن أن يساهم في سوء الفهم هذا لأننا نحتاج إلى بناء القدرات حتى نفهم ما هي هذه التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل البينات الرقمية وكيف تؤثر هذه الأمور على البيئة أيضا نحتاج إلى تطوير هذه السياسات الرقمية من خلال ملاحظة كل هذه الأمور لا يمكن أن نقوم بتطوير هذه الأمور على المستوى الوطني بدون أن نأخذ فيه الاعتبار مثلا قطاع الطاقة هناك بعض المبادرات التي أطلقناها في ألجنال الإقصادية لأفريقيا وذلك من أجل أن نعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل مكافحة تايرو المناخ على مستوى السياسات عندما نقوم بإعداد السياسات الوطنية لدينا عنصر مهم يتعلق بتغير المناخ وذلك لكي نقوم بتعزيز مشاركة تكنولوجيا المعلومات في مكافحة تغير المناخ ثانيا بالنسبة للجانب التنظيمي نحن ندعم الدول الأفريقية حتى تغير الخطاب المتعلق بالتنظيمات الجديدة بحيث تشمل العنصر البيئي وعنصر تغير المناخ أيضا التوعية أطلقنا عدة مبادرات للتوعية ونحن نقوم بتنظيم هاكاثون بالنسبة للتكنولوجيا الرقمية واستخدام ذلك في مكافحة تغير المناخ وهذا الهاكاثون دعونا فيها عدة مبتكرين من الشباب يأتون لمدة أسبوع وذلك لكي يقوم بتطوير تكنولوجيات لمكافحة تغير المناخ وننظر كيف يمكن أن نبني بعض التطبيقات على أساس هذه الابتكارات ونحن ندعم إذن الدول الأفريقية لكي تقوم بعمل نظام معلومات حول تغير المناخ ونحن ندعم أيضا إعداد نظم الإنظار المبكر التي التي تحدثت عنها الزميلة فنحن نفعل أمور مشابهة أو نؤدي أمور مشابهة في أفريقيا وهذا إذن له أثر إيجابي على قطاع البيئة في قارتنا موضوع آخر عندما نتحدث عن نظام معلومات المناخ يجب أن يكون لدينا معلومات تاريخية نحن قمنا بإعداد تطبيق يبدأ بسرد جميع المعلومات عن تغير المناخ منذ عام 1920 أيضا لدينا مشروع كبير نعمل فيه في جمهورية الكونجو الديمقراطية وهو يتعلق بإرساء دعائم مركز امتياز حول المعادن ولدينا مشروع هام آخر وهذا المشروع هو تطوير منصات رقمية والتي تساعد أيضا في تسهيل مجهودات تخفيف من عواقب التغير المناخ وأيضا جعل استهداكنا للطاقة أكثر ذكاء هذا هذا جزء من اليوان اي ساي في اليوان اي ساي قمنا بإقامة مركز تميز للهواء الالكترونية الرقمية لتتقيف في مجال المهاددات الرقمية والاقتصاد الرقمي هو مركز امتياز مدعوم من طرف دول الاتحاد الافريقي نركز على جميع الأنشطة الخاصة بتكنولوجيا الرقمية في إطار مخطط 2030 للاتحاد الافريقي الاقتصاد الرقمي التجارة الرقمية الصحة والتكنولوجيا الهوية الرقمية وبمساعدة تعزيز الخضرات يمكننا استخدام هذه التكنولوجيات من أجل تخفيف من عواقب التغير المناخي عندنا أيضا المركز الافريقي في الكونغو للذكاء الاصطناعي ومن بين أهدافه بالطبع والتخفيف من عواقب التغير المناخ واستخدام ذكاء اصطناعي في ذلك شكرا لك يا سيدي بالفعل من لازم أن لا نبقى منعزلين في صوامعنا المختلفة نمر الآن لسيد أكسل أكسل هل كانت حادثاً عن عمل لكارة التعاون والتنمية الألمانية جي آي زي بالفعل تعلق بهندسة النظم الرقمية مع ذلك توجد بعض المبادرات لرأب هذه الهوة الموجودة بين عالمين من خلال مثلا الانتحاد الدولي للاتصالات والتي تقوم بالمشاركة الفعالة في هذا الاتجاه قبل العقادي مؤتمر الدول الأطراف الثامن والعشرين وهنئو بطبع الاتحاد على قيادته لهذه المبادرة وكما قال ديفيد نضع بالطبع جميع وكالات البيئية للمشاركة في المبادرة مطلقة من طرف الأمم المتحدة المسماه كودز وهي تحالف العالمي من أجل الاستدامة الرقمية والبيئية إذن هناك بعض المبادرات التي تستهدف رأب هذه الفجوات ومد الجسور بين العوالم المختلفة ونحن نريد في سياق منتدى إدارة الانترنت رؤية مزيد من المتخصصات في المجال البيئي أعتقد أن هذه وطبع العكس صحيح نريد التقنيين أن يهتموا أيضا بالمجال البيئي وهذه رسالتي الأولى أما فيما عاد ذلك فأنا أعتقد كما قاله زبلاء أنه من الضرورة أن تكون لدينا معايير محسوسة ملموسة وما يخرج بشكل مبارس من هذا النقاش وأننا لاحقا قريبا أو بعيدا سوف نحتاج إلى شهد النقاش بشأن المعايير التي نريد أن تتطور هذه فكرة ندعمها أجمعين نحن لا نملك جهة تنظيمية موحدة تقوم بهذا العمل ولكن علينا أن نعملها أجمعين من أجل تطوير قائمة موحدة من المعايير نفس المصطلحات ونفس المعايير مؤخرا شاركنا نحن الآخرون في هذا النقاش في مبادرة مشتركة مع البنك الدولي والتحاد الدولي للاتصالات بشأن قامة معايير موحدة حول عمل مراكز البيانات ما تسمى بمراكز البيانات الخضراء وأعتقد أن هذا التمرين تمرين هام جدا هناك دليل للمتمارسين أطلق مؤخرا في نيروبي ومواجهة للعملين في مراكز البيانات الخضراء Green Data Centers وأعتقد أنه ينبغي أن نستمر في ذلك أكثر وعلينا أيضا أن نساهم في Go Stick Initiative ولا زالت هناك بعض العناصر التي تساهم أيضا في التخفيف من العباء البيئية المتصلة بالأسواق العمال الإلكترونية وأنفاية الإلكترونية هذه كلها مجهودات مبدولة حاليا وأعتقد أن فيها جهد كامل كبير ومع تعاقد النقاش أو على تعاقد النقاش وأعتقد أن هذا في قلب النقاش اليوم هناك من يتحدث عن تخدير القطاع الصناعي الرقمي مراكز البيانات الخضراء هو أول أمثل عن ذلك يتعين علينا أن نطور ونوسع الأدوات المتوفرة لإدارة السلاسل القيمة برمتها في قطاع الصناعي الرقمي هذه فكرة هامة جدا نريد أن تطورها في هذا الاتجاه وهناك أيضا ما تحدث عن ما ينبقي القيام به من أجل تحرير الجهد الكامل المحتمل لتكنولوجيا الرقمية للإنترنت من أجل تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد خالي من بعثات أكسيد القربون وتوجيه الاقتصاد إلى اقتصاد لا يتسبب في احترار الأرض وما قد نحتاج إلى إضافاته في المستقبل القريب هو خلق فضاء يتم فيه تقاسم هذه المعارف فقمنا بمبادرة اسمها Fair Forward وهي مبادرة لدعم أدوال الشركة من الجنوب العالمي في أفريقيا وفي الهند أيضا أرسلنا مبادرة أو أطلقنا مبادرة مؤخرا على الذكاء الاستناعي في علم التغير المناخي هذه المبادرة واعدة جدا ولنا فيها كثير من الأمثلة الهامة مثلا إدارة الأحواض المائية واستخدام الذكاء الاستناعي في تكوين استراتيجية إدارة للموارد الطبيعية في كينيا وفي شرق أفريقيا هنا مبادرات متصلة بمبادرة Fair Forward حول طريق استخدام الذكاء الاستناعي لأنهض بعنشطات التأقلم في مجال الزراعة إذن أعتقد أن هناك عدد لا بأس به من المشروعات والمرحلة القادمة مرحلة جني استنتاجات من هذه التجارب الأولية والتقدم بجندتنا هذا النقاش إذن هام جدا وعلينا أن نلتزم بالمساهمة فيه على اختلاف المستويات وعلى الصعيد العالمي أيضا الصعيد الإقليمي هناك مبادرة عدة في أفريقيا في اليونيكا في التحدي الإفريقي فالدور المطلوب ودور النهام وسيكتسي طبعا متعدد القطاعات نحتاج فيه إلى تحسين حقيقي شكرا أتوجه الآن للقاعة إن كان لكم أي سؤال أو تعليق يمكنكم التقدم نحو المايكروفون يبدو أن هناك أسئلة قادمة من القاعة شكرا شكرا لكم على مساهمتكم القيمة اسمي هانا باوسة أنا أمينة المبادرة الهرندية لرقمنا المستدامة التعاون الدولي أعتقد أنه أهم شيء في هذا المجال وعندي سؤال أوجهه لماذا يكبر منك أتحدث عن المعايير بفعل نملك معايير فيما يتعلق بتشغيل متبادل فيما يتعلق بالأمن والسلامة ولكن ما موقف العالم الآن فيما يتعلق بأعداد معايير الاستدامة في المنظومة الرقمية مايك أسؤال مواجهرك ومجهة الآخرين أيضا مايك بالنسبة لوجهة نظر IEEE يتم تطوير المعايير لاستخدام عالمي وليس لاستخدام محدود في جهة محدودة في مكان محدود الحكومات والشركات تطور إذا المعايير من أجل أن تصل بها في أخير المطاف إلى تنظيمات أو لوائح موحدة هناك مثلا معايير فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية هناك النجاعة الطاقية للنظم اللاسلكية هناك قائمة مطولة من المعايير المفصلة والمطلوبة من أجل يجعل بنا تحتية أكثر إدامة من العباء الواقع علي بالفعل إن العمل لازل في بدايته نحن نقوم مثلا بتطوير معايير لقياس البصمة الكربونية لمنظمات صغرى مثل المزارع الصغرى أكثر من 90% من الشركات هي شركات صغرى متوسطة في العالم وهي تساهم في 50% من نتج إجمالي الخام للعالم ولا نملك بعد أي أطر لصالح هذه الشركات للمشاركة في اقتصاد الكربوني واعتمادات ثاني أكسيد الكربون إلى آخره إلى آخره إذن نحتاج إلى معايير حتى تتمكن هذه الشركات صغرى متوسطة في مشاركة في آخر المطاف في سلسلة قيمة مستدامة في سلسلة تزويد مستدامة والتي ستمكننا بدورها بالمساهمة في المشتريات العامة المستدامة أنا متأكد من أننا إن استطعنا تنظيم المشتريات العامة وتخضيرها سنحل كثيرا مشاكل العالم وأعتقد أن مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع أوسمة على المنتجات أو ما يسمى بجواز السفر الإلكتروني أو الرقمي للمنتجات إن صمم بشكل جيد وعلى رغم أنه لم يصم بها سيكون خطوة هائلة إلى الأمام وكما قال أكسل عندما أشر إلى المبادرة العالمية إن كان عندنا نظام خصوصية عالمي مثل GDPR فهذا سيمكننا من تحسين الوجهة سواء فرديا حكوميا أو على صعاد الشركات إلى آخره أعتقد أن سؤالك يوجه جدا شكرا لك على هذا الجواب وأتمنى أن نبقى على التصال سأرسل إليك رسالة التصال على لينكديند شكرا لك شكرا ديفيد وأكسل تحدثوا عن وجوب توسيع هذا النقاش ومنتدنا هو من تلك المنتجات التي تمكن من القيام بهذه النقاش متعدد أصحاب الشأن وتنفيذ هذه المعايير يمكن أن يتم من خلال هذا المنتجة أيضا والتسائل كان لديفيد شيء يريد إضافته وأنتظر أيضا تقدم المشاركين من القاعة للميكروفون طرح أسئلتهم ديفيد سمعنا أكثر من مرة عبارة الابتكار المسؤول Responsible Invasion وهذا يشمل بالطبع وجوب إدخال المعايير وتحدثوا أيضا عن وضع إطار مرجعيات أو إطار مراجع إن كانت عندنا مفاهيم تحف بيئة الابتكارات المسؤولة فسيصعب أسماح لابتكارات مثل البيتكوين التي تم تطويرها على الرغم من أنها ليست مستدامة بيئيا ولا اقتصاديا على فكرة إذن نتحدث عن المعايير التي تتخدم من أجل قياس كل شيء ينبغي أن تكون متماسكة وأهدافنا وأيضا الواجبات البيئية التي تقاوى علينا مكتر ساك ما رأيك في هذا الكلام؟ شكرا لك نعم إن مسألة المعايير مسألة هامة وهي مستقبل ما نقوم بها الآن في التكنولوجية الرقمية أي تخفيف عواقب التغير المناخي كما تعلمونا عندنا الاتفاق الإطاري الأمم المتحدة حول تغير المناخي والتي تهدف لدعم جميع الدول والدول الأفريقية لتطوير سياستها وستراتيجيتها لتخفيف من عواقب تغير المناخي والحلقة الناقصة في هذه الاتفاق الإطارية هي مسألة المعايير بالفعل إن نظرنا إلى العمل المبدول على الصعيد العالمي أو الدولي هناك الشراكة في مجال تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات التي أطلقتها الإتحاد الدولي للاتصالات ونرجو بالطبع مشاركة القطاع الخاص لتطوير المعايير فيها لأن مسألة تشغيل مبادل مسألة مطلوبة إن أردنا إتمام هذه المبادرة والمنتدى إدارة الإنترنت أعتقد هو المنتدى الأنسب لإطلاق هذه المناقشة حول معايير التكنولوجيا الرقمية والتغير المناخي شكرا من القاعة هل من سؤال؟ نعم، السؤال من الخط وصل الناس أقرأ عليكم السؤال طرح من طرف إزومي وكوتاني وطلبات ما الذي يمكن أن نقوم به من أجل تعزيز التعاون بين القطاع البيئي وقطاع الإنترنت أعتقد أن هذا السؤال موجه لأكسل هذا سؤال وجه بالفعل وسؤال واسع في هذا الوقت هذا ما نقوم به ليس كذلك؟ أنا أؤمن كثيرا بمحافل منتدنا هذا لأنه منتدى يقرب بين المجتمعات على اختلاف تخصصتها وهذا ما كنا قلناه في جولة الأولى الواجب علينا الآن هو زيادة حدة هذه النقاشات وتكثيرها وعلينا أن ننظر إلى أوجه ترابط الموجودة بين هذه المجالات الثلاثة التكنولوجيات والمعايير والمستهلكين لم تحدث كثيرا عن المستهلكين وعلى مسؤولية المستهلكين هناك مستويات وطبقات عدة لهذا الموضوع هناك مسألة أيضا مشاركة الفعائلين الآخرين وأشكال التنظيم المختلفة المفروضة في آخر المطاف لن نهتم فقط بما سنقوله من همه هو العمل الحقيقي والفعل المحسوس الذي نقوم به ألا وهو توفير أو إعداد المعايير وتوضيح المسؤولية بوضوح والمراقبة والإشراف هذه المسؤولية هذا ليس نقاش من كماليات بل إنه نقاش واجب علينا لأنه مسألة مستعجلة المفاوضات ليست صعبة جدا على سعيد الدولي فيما يتعرف بطائر المناقي وأنا سعيد برؤية أن المجتمع الرقامي يأخذ على تقه هذا النقاش بشكل حقيقي بشكل محسوس واستباقي هذه مسألة هامة جدا ولا نستطيع إلا إشهد بها من جهتي أريد أن أضيف شيئا من طرفي أعتقد أنه من الأهم أن نرتبط أو أن نتصل بكل الحركات الاجتماعية لا سيما تلك المتخصصة في مجال البيئة والتي لها باع وتجربة في مجال المفاوضات مرسات الفضلة والمعايير وأمور أخرى في أمريكا الوسطى حسب ما أرىهم من تجربتي هو أنه صعب علينا حتى الآن عقد الارتباط أو التفاعل بين الحركة البيئية وحركة الحقوق الرقمية وحركة الحقوق البيئية حتى الآن أعتقد أنه علينا أن نبدو لمزيدا من المجهودات من أجل زيادة النتائج في بعض الأحيان الحركة البيئية ليست وعية بشكل كاف بما نخشاه نحن من أوجه قلقنا وفي بعض الأحيان لا يعرفون أن هناك حركات أخرى قد حظت تقدم في نقاشها في نفس المجال نحن دائما ندعي أن هناك علاقات بين الحركات هذه المختلفة وأن هناك تفاعل فيما بينها وأن ذلك سيقول إلى مقترحات تصل إلى صناع القرار السياسي ولكن ليس ذلك صحيا كل مرة من بين هذه الحركات هناك حركة الزراعة العضوية والتي طورت سلسلة من مراسة الفضلة وأعتقد أنها يمكن أن تكون من بين الحركات التي يمكن أن نستلهم منها شكرا هناك طلب الكلمة من القام أو قبل ذلك من المشاركين عن بعض سؤالي أوجهه لأكسل شكرا لك يا أكسل على مبادرة لانتهاز الجهد الكامل في الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة وإدارتها أعتقد أنه من المبادرة الهامة جدا اليونيك تدعم إقامة أول مركز بحوط في ذكاء الاصطناعي في الكونغو براسة هل هناك لتخفيف من عواقب التغير المناخي هل هناك أي سبيل لمزيد من تنفيذات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتصدي للتحديات التي يمثلها التغير المناخي في منطقتنا باستخدام التكنولوجية الجديدة هل تتحدث عن مركز خاص معين على ما فهمته من سؤالك هو أنك تريد أن نبحث عن إمكانيات تعاون وستطيع أن أقول أننا أكثر من مستعدين للتعاون والنظر في كل تلك المبادرات أنها لن تنجح إلا أن حففناها بالشركات وقلت أنني أعتقد أن النقاش الجاري حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية التغير المناخي أعتقد أنه في هذا النقاش نبغي أن نتبادل مزيد من المعارف والخبرات والنتائج اتصل بي وستقدمك لأعضاء فريقنا وخبرائنا ونحن أكثر مستعدين لمناقشة شكراً اسمي كريس باكريج أنا ممثل عن جماعة تقنية في هذا المنتدى وشكراً لكم على هذا النقاش فعندي الآن تعقيب وسؤال تعقيبي منتصر ببعض الأسئلة التي طرحت فيما سبق فيما يتعلق بدور منتدى إدارة الإنترنت في هياكل إدارة الإنترنت كيف يمكن أن تقوم به وما الذي يمكن أن تقوم به في تأثير على النقاش الجاري مع الحكومات وصنع القرار وأريد أيضاً أن أتحدث عن مبادرة الإقليمية لأن المنتدى هو منظومة أيكولوجية أوسع مما يجرع للصعيد القطري أنا شاركت شخصياً في يوردك وأعلم أن جلسات واجتماعات عدة ورشاد تم عقدها على صعيد المنتدى أوروبياً وأعلم أن هذه الفرصة هي فرصة سانحة للاتصال والارتباط على الصعيد المحلي كما قالت دورشي وكما قالت كي فربما هذه الفرصة من أجل الارتباط مع الجماعات المحلية المتصلة أو المهتمة بموضوع حكمة إدارة الإنترنت أما فيما يتعلق بسؤالي فأريد أن أعود إلى ما جرى هذه السنة من ورشة يوردك الموضوع الذي نظرنا فيه أو درسناه هو هل نشارك في سياسات لأننا نملك ما يكفي من فهم ومعارف لسن السياسات في المجال البيئي وربطه بالقطاع الرقمي فقد يكون هناك بعض اللبس فيما يتعلق بالعلاقات المحتملة ما بين تكنولوجيا التصالة والمعلومات والناشطة الرقمية وتأثير كل هذا على البيئة نحن بطبع نظرنا ودرسنا تأثير الذكاء الإصطناعي وما تقوم به منظمة الأي سي دي مثلا وهذا يكمل مجهودات التي تقوم بها الأي تريبل إي درسنا أيضا عن تأثير مراكز البيانات الضخمة استلكها للطاقة مثلا تحدثنا أيضا عن الانترنت تركمي كوانتم انترنت وما سيكون تأثيره وثقله في المستقبل السؤال إذن هل نحتاج إلى إعلام أحسن لصنع القرار السياسي فيما يتعلق بالأثر البيئي للعالم الرقمي وهل يمكن لمنتدى إدارة الانترنت على صعيد الأقليم وعلى صعيد القطري أن يساهم في تلك التوعية أعتقد أن صنع القرار السياسي يحتاجون إلى كل معلومة تأتيهم منا لأن كل قراراتهم تقوم على ما نقدمه لكم المشكلة هو أن الحلول التي كنا اعتمدناها قبل عشر سنوات ربما لم تبقى الحل المناسب اليوم لذلك علينا دائما أن نحينا المعلومات حتى نستنبط منها الحلول الأنسب لعصرنا الراهن وأنا شخصيا أعتقد أن إعداد التنظيمات والسياسات عملية بطيئة جدا ولا تواكب التطور الأسرع الذي يجريه في القطاع الصناعي وفي التكنولوجيا في 2007-2008 كنا نتكهن بكميات استهلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للكهرباء وكانت تكهننا خاطئة اليوم نراحظ أننا كنا بعيدين عن الكميات المطلوبة من هذه التكنولوجيات فهذه التكنولوجيا تستخدم كميات أكبر بكثير مما كنا نرتقي به بطبع هناك مسألة الوصول للطاقة بالنسبة لجميع وخاصة بالنسبة لجماعات التي تكون في أماكن نائية وصناع القرار السياسي أعتقد أنه عليهم أن يحصلوا على المعلومات الأجد الأكثر سلة بالحاضر نحن نقدم إيجازات مرة كل سنة مثلا في البرلمان الأمريكي ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بأكثر من ذلك كثير هل يمكن أن تضيف؟ مما لا شك فيه بأن الأمور تتجه نحو استقطاب وكان لدينا اتجاه للاهتمام بالمسائل البيئية وأيضا على الاقتصاد الدائري ولكن أما لي خاب لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مشاركة كاملة في هذا المنتدى من قبل الجميع فيما يتعلق بالسياسات الأوسع نطاقا هناك نقاش يركز على ما يمكن أن يحصل في الظروف المثلة فيما لو كان هناك التزاما ملائما من الناحية السياساتية لكن ما يحصل في الواقع هو بعيد عن العالم المثالي هناك العديد من التطلعات فيما يتعلق بما نطمح إلى تحقيقه ويجب أن تترافق التدابير المتعلقة بالبيئة مع التطورات الأخيرة في الناحية التكنولوجية كوديس كانت قد أطلقت توجيهات بهذا المجال وهناك شبكة أوروبية أيضا أطلقت مبادرة مثيرة للاهتمام بهذا الصدد برأي أرى بأن هناك طلبين للكلمة ولكن دعوني قبل كل شيء أعلق قائلا بأن الإيكو إنترنت إيندكس أو مؤشر الإنترنت الإيكولوجية هذا نحن نشرنا هذا الكتاب من أجل أن نحاول قياس الأثر على البيئي سأتوقف لكي أعطي الكلمة للمتحدثين التاليين نحن نعتقد بأنه في منتدى حكومة الإنترنت هناك حاجة للأخذ بعين الاعتبار أصوات من حركات وبفادرات أخرى لأننا بحاجة إلى هذا النوع من المداخلات في عملنا أنا عملت في إطار منتدى حكومة الإنترنت لمدة طويلة ربما عشر سنوات أو ما يفوق عن ذلك ونحن حاولنا أن نأخذ بعين الاعتبار أراء من كافة القطاعات هذا نحن بحاجة أن نأخذ بعين الاعتبار كافة القوى الفاعلة ويجب أن نبدأ على المستوى المحلي لمنتديات منتدى حكومة الإنترنت ويجب أن نتحل بالانفتاح حتى نتمكن من إضافة أصوات جديدة أود أن أقول شيئا إضافيا قبل أن أنهي كلمتي أنا لا أريد أن أغادر في الوقت الذي نترك فيه هذه المسألة مفتوحة علينا أن نغير نمازج الأعمال في المجتمع الرقمي وإلا فسيكون من الصعب جدا أن نتوصل إلى توازن في استخدام هذه التكنولوجية مع الاستفادة من فرصها دون أن يكون هناك تأثيرا على البيئة كنا قد نقشنا في إطار منتدى حوكمة الإنترنت نموذج الأعمال القائمة على المجتمع الرقمي نحن تحدثنا بأنه ضروري أن نأخذ بعين الاعتبار حركة السكان الأصليين وحركة مناصلة حقوق المرأة وغيرها من الحركات نحن بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار كافة نماذج الأعمال هذه حتى نتمكن فعلا من استخدام التكنولوجيات بشكل آمن ودون أن نؤثر بشكل سلبي كبير على البيئة شكرا أنا سأعطي المايكروفون لمن ينتظر طرح أسئلة لا أعرف إذا كانت كتبة يريد أن يجدف شيئا أنا سأبدأ بجاكمن وبعد ذلك جاسمن وبعدها ننتقل إلى الإجابات ونطلب منكم أن تلقوا الكلمات الختمية شاد اسمي شاد كانتريسي أنا من اي بي سي في البارحة كان لدينا ما يسمى بالحوارات الخاطفة وسألنا ما الذي نفعله فيما يتعلق بالنفايات الإلكترونية وكان لدينا إجابة من جامبيا وأيضا من الهند لدينا منظمات صغيرة تحاول أن تسهم بشكل يخفف من وطأة النفايات الإلكترونية في مجتمعاتها المحلية آخرين بعين الاعتبار ما قاله ديفيد فنحن من خلال الشبكة توصلنا إلى إلى مجموعة أدوات خاصة بالاقتصاد الدائري مع العمل مع المنظمات في الشبكة من النقاط التي برزت خلال هذا الحوار قلنا بأننا نعرف أن هناك مليارين وستة ملايين شخص ليسوا مواصلين بالإنترنت وإذا ما أردنا توصيل هؤلاء فسنحتاج إلى أجهزة إلكترونية جديدة هناك العديد من المساء التي يمكن أن نقوم بها من أجل خفيفة من وقع ذلك على البيئة يجب أن نستلهم من الأمثلات أو من القصص الناجحة فيجب أن نكون براجماتيين وواقعيين هناك مسائل نجحت يمكن أن نكررها ويمكن أن يكون لها وقعا إيجابيا برأيي أنه أمر يمكن أن نفعله معا والننظر ما الذي سينجا حتى نتمكن من تقراره وقول ذلك بفضل التعاون شكرا كينو شكرا اسمين كينو أنا نائب رئيسي جماعة الإنترنت في اليابان أنا لدي تعقيم فيما يتعلق بالمعايير أنا أوافقكم الرأي حول أهميتي ذلك أنا سمعت تعقبات من بعض المتحدثين والذين قالوا بأنه فيما يتعلق بالاستدامة ورقمنا هناك قاعدة قاعدة تعني تهدف إلى بدل من فصل الأثنين الجمع بينهما حتى يتحور سؤالي هو إذا وصلنا إلى مرحلة وضع المعايير فهناك ضرورة لكي نرى لكي ندرس في عالم الواقع كيف يمكن هذه التكنولوجيات أن تصهم في حماية البيئة وأن تصهم أيضا في الاستدامة سؤالي للمتحدثين هو التالي هل أنتم ترون ضرورة مماثلة للعمل على ناحية العملية قبل إطلاق مبادرة أنا سأعطي الكلمة لياسمين وبعد ذلك لأزومي ومصطفى دولتشي حتى نسمعوا الإجابات وبعدها التعقبات النهائية أنا من هونغ كونغ أنا أعمل مع مركزي بيانات أنا أفهم بأن هناك العديد من الثغرات فيما يتعلق بوضع الخرائط السؤالي هو التالي جميعا نأتي نحن نأتي من أقاليم مختلفة ولدينا طرق مختلفة فيما يتعلق بتجميع البيانات نحن بحاجة إلى منصة مركزية أو قاعدة بيانات تسمح لنا بأن نجمع البيانات فنرى وقعنا على البيئة في الوقت نفسه ما هو دوركم فيما يتعلق بدائرة النفوذ أو عند قياس الوقع على البيئة فنحن نريد أن نصد أسارة متعلقة بخريطة الطريق أرى بأن هناك حاجة لتسريع النقاش حول هذا الموضوع ولأسيما الطريقة التي تنتبادل فيها المعلومات وشكرا إزومي هل تريد هل يمكن أن تشارك عبر الإنترنت وتشغيل الصوت هل يمكن للفريق التقني أن يشغل الصوت حتى تتمكن سيدة إزومي من المشاركة إذا لم يكن ذلك ممكنا في الوقت الحالي لا نسمع صوتها اسمي إسوكو إيكوتامي لقد استغرق الآن استطعت أن أشغل الصوت أود أن أتحدث عن ضرورة إيجاد منصة يتشاطر فيها الجهات الفاعلة الأفكار مع التركيز على تقديم معلومات لوضع السياسات وبالإضافة إلى ذلك التركيز على الجهات الفاعلة في الصناعة حتى نرى ما هي وجهة نظر مجال الأعمال والعملين في الإنترنت حتى يشاركوا في عملية اتخاذ القرارات ولا ينحصر الأمر بأيدي وضعي السياسات فيما يتعلق بالأنظمة فنحن يجب أن نرى ما هي الخطوط التوجيهية التي يمكن أن يتضعها الصناعة في هذا المجال نحن فيما يتعلق باجتماعات منتظم حكمة الإنترنت محليا وإقليميا فهذا يمكن أيضا أن يساعد في توفير معلومات ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب بذل الجهود لكي لا يتوقف تبادل المعلومات على مستوى منتدى حكمة الإنترنت بل أن يصل لمجتمع الأعمال ومجتمع التكنولوجيا شكرا لدينا مداخلة أخيرة بما أنها الأخيرة اسمي إيلين أنا من سنغافورة أنا أشارك بصفتي الفردية اليوم وبصفتي مواطنة عالمية قبل كل شيء نحن نعيش في أوساط حيث أن هناك القليل من خيارات الاستدامة أنا كنت قد حضرت محاضرات لكلية فيما يتعلق بالاستدامة هل يمكن لوضعي السياسات أن يضعوا محفزات للمتعلمين وللمواطنين حتى يتمكن الجميع أن يعتمدوا نهجا جديدا بالطريقة التي يستهلكون فيها ويعيشون فيها شكرا نعطي الكلمة لدولشي ومنه حتى ديفيد حتى تلقوا كلمتكم النهائية ختاما أود أن أقول بأنني أنا من بلد نام الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن وضع السياسات ونحن لا نزال نتحدث عن الرقمنا وعندما نتحدث عن التحول الرقمي في بلد يداب ننظر في الممارسات الفضلة التي يمكن أن نتطبقها في البلد في بلدنا كيف يمكن أن نعتمد التكنولوجيات على أساس هذه الممارسات الجيدة وكيف يمكن أن ننشر الوعي وما هي التكنولوجيات المتاحة كيف يمكن أن نحرص على أن التكنولوجيا تنشر في البلد بشكل نحرص فيه على فهم المستخدم لهذه التكنولوجيات من ناحية أخرى يمكن أن نعقب قائلين بأن منتدى حكومة الإنترنت يمكن أن يركز على مداخلات من مجتمع الأعمال وغيرهم من القوات الفاعلة حتى نتمكن وأصحاب المصلحة حتى نأخذ بعين الاعتبار كافة الأرى عندما نحاول تقليص أثر التكنولوجيا على البيئة شكراً هناك العديد من الأسئلة المعقدة التي سمعتها ولن أستطيع أن أجيب عليها كلها بدقيقة ما اتضح من المناقشة اليوم هو التالي عندما نحاول أن نفسر المسائل المعقدة لواضعي السياسات أعتقد أنه يجب أن نبسطها وأن نوضحها عن طريق تحديد الأولويات برأيي أن هذا أمر علينا أن نقوم به في المرحلة التالية أي أن نوضحها عن طريق عشرة تدابير أو بشكل يسمح لأصحاب القرار أن يفهموا ما الذي نحتاج إليه كأولوي عادة ما نميل إلى زيادة التعقيد والأمر يصعب على أصحاب السياسات أن يفهموا ما هو الوضع وما هي الأولويات برأيي أن هذا الأمر يجب أن نحسنه أي أن نوضح الأمور لوضعي السياسات وأن نحرص على أننا نتفق حول نزاعات اتجاهات معينة في السنوات العشرة الماضية سمعنا 30% من سكان الأرض ليس لديهم إمكانية الولوجية الإنترنت هذا سيتغير وسيكون له وقع كبير على البيئة ولدينا مراكز بيانات أقل موجودة في بلدان الجنوب هذا سيتغير وهذا سيؤثر بشكل سلبي على الاستدامة إذن هذه هي من بعض الأمثلة التي يجب أن نتابعها شكراً أعتقد بأن هذه الجلسة كانت مثل الاهتمام أنا شخصياً تعلمت الكثير واستمتعت بالمشاركة فيها أنا إذ نتوجه نحو بناء مسار نحو قتلة بيولوجية مستدامة وأنا أصر على ذلك الأمر يتعلق فقط بالبيئة فنحن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المشاركات المختلفة في البيئات القضائية المختلفة مع مشاركة المجتمع المدني حتى نتطفق على أطورة للمساءلة علينا أن نقيس أن نكون مساءلين وأن نكون على أهبة واستعداد لكي نراجع ونعيد النظر في قراراتنا إضافة إلى ذلك نحن بين أيدينا ما أسميه بعدة مشاكل هي زائدة التعقيد وعلينا أن نواجه احتياجات متنافسة وكذلك مصالح متنافسة من المسائل المهمة التي أود أن أطرحها وأننا سنحتاج إلى منتضيات شأن هذا المنتدى حتى نعرف كيف يمكن أن نستجيب لهذه الاحتياجات وإذ نمضي قدما في بناء ثقافة مستدامة حتى ننظر في الاستدامة في كل مشروع نطلع به يجب دائما أن ننظر إلى كل شيء من منظار الاستدامة لا يمكن أن نترك أي شخص يتخلف عن الركب ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نفشل طبعا لا شكرا على كل هذه المداخلات برأيي أنها قيمة كل ما سمعناه هنا كان مثيرا للاهتمام نحن استمعنا إلى عدة خطوات قبل كل شيء علينا أن نحرص على الشمولية عن طريق ضمان مشاركة العديد من أجال مختلفة من مجالات مختلفة هذا أولا ثانيا علينا أن نفهم بشكل أفضل في هذه المشكلة المعقدة علينا أن نفهم ما الذي يحصل فعلا وأيضا فكرة المنصة المشتركة مثير الاهتمام ولكن يجب أن نحاول أن نفهم ما الذي يحصل كيف من الذي يولد كل هذه الأوضاع إذن وأجب أن نتحل بالنزاهة عندما نفكر بذلك ثالثا النشر نشر وإنشاء حركات لكي نفهم ما الذي يحصل في البيئة الرقمية وفي البيئة ويجب أن نتحدث عن المجتمع الرقمي والبيئة ورابعا علينا أن نغير طريقة العمل طريقة نغير ممارساتنا حتى نتمكن من وضع خطة تتضمن التدابير الملائمة نحن نتحدث بلغة الإسبانية عن التدابير العادلة التي يمكن أن تؤدي إلى توازن بين الفائدة وبين أثر هذه الفائدة منذ 25 عاما كنت قد عملت أو كنت أناضر من أجل توصيلية للجميع بعد 25 عاما أنا أطالب بتوصيلية أقل للموصلين بشكل جيد ومقابلة ذلك بتوصيلية أفضل للذين هم محرومين من هذه التوصلية الأمر الذي سيغير مشهد المجتمع الرقمي ديفيرد تفضل هناك عدة مشاكل لكل قوة فاعلة في الإطار البيئي هناك نظرة بأن هناك تدبير يؤثر على البيئة ولكن بشكل أقل أهمية من قوة فاعلة أخرى ولهذا فإن تدخلات الحكومة مهمة عن طريق محافزات وتدابير تعزز المساءلة فيما يتعلق بإيجاد نواة منتجات جديدة إن الطريقة التي يمكن للمواطنين أن يساهموا فيها وأن المعلومات التي يمكن أن يحصلوا عليها كمستهلكين هي مهمة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة يجب تعميم المسؤولية على القطاع الرقمي بكامله وذلك حتى نحرص على أن مراكز البيانات وغيرها تأخذ بعين الاعتبار الوقع البيئي لأنشطتها شكرا أعتقد بأننا تجاوزنا الوقت المخصص لنا مما لا شك فيه بأن أدى أمامنا طريق طويل ويجب أن سدى صغرة حيث أن المواطنين يجب أن يتمكنوا من أن يكون لهم تأثير هناك توجهات لكي يعود جميعا إلى مبادرات المنتديات الوطنية والإقليمية وحرص على مشاركة أصحاب المصلحة مع مشاركة الحكومات الملائمة والوزراء الملائمين وغيرهم ونأمل بأنكم ستعودون إلى الـ NRIZ مبادرات المنتديات الوطنية والإقليمية تناقشون الأمور وتعودوا إلى المنتدى لكي تقول لنا ما هي التدابير التي يجب أن نطلقها حتى لا نفشل في تحقيق الأهداف التي نصب إليها وشكرا رجاء التصفيق لأعضاء المشاركين في هذه الجلسة